البيتر والعمالقة حكاية من التراث الألماني كان يا مكان في قديم الزمان كان شاب يعيش في مدينة صغيرة تحيط بها الجبال وكان هذا الشاب يعمل خياطا المربى اللذيذة تود مش مش مربى البرقوق المربى اللذيذة مربى المربى أعطني أفضل مربى لديك إذا سمحت تلك التي تمنحني القوة حسنا ولكن لماذا تنوي الحصول على تلك القوة سوف أصبح رجلا قويا وأجوب بلاد العالم أبحث عن المغامرات نعم يجب أن أكون قويا رغم أن حجمك صغير إلا أن لك حلما كبيرا للغاية حسنا ها هي المربى شكرا إنه ليس بحلم نعم قريبا سوف أفعل شيئا دون شك أفاجئ به كل من يقول عني صغير ها ما هذا ابتعدي لقد غضبت الآن ها ما هذا واحدة اثنتان ثلاث أربع خمس ست سبع ها هي قتلت سبع بضربة واحدة يا للقوة الخارقة سوف أصبح رجلا شهيرا نعم يجب أن أفعل شيئا يحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يبدأ رحلته مرتدياً حزامة سبعة بضربة واحدة سوف يعرفون من أنا لم يبقى معي سوى قطعة جبن واحدة هذا العصفور لكن لا أعبأ بذلك فادمت قوياً تعال تعال معي سوف أحتاجك تعال هيا راح بيتر يمشي في سرور التقى بيتر بمارد كبير عند سفح الجبل من أنت؟ أهلا بك أيها المارد أرجو أن تقرأ هذه الكلمات المطرسة على حزامي اقرأها ماذا كلمات على حزامك؟ سبعة بضربة واحدة لا بد أنها سبعة براغيث نعم لا طبعاً يمكنني أن أضربك بهذا الحزام فتصبح الثامن هذا سهل جداً علي نعم لقد أصبتني بنوبتي من الضحك تضربني أنا أنا الذي يمكنني أن أخرج الماء من الحجر ما رأيك أيها الصغير؟ حسناً إنه أمر بسيط كان هذا رائعاً كان المارد ضعيف النظر ولم يميز بين الحجر والجبل لنرى من يربي الحجر أبعد هذا ما كنت أتمنى حسناً دعنا نقضي في الحجر إلى الأعلى ومن يسقط حجره أولاً يكون هو الخاسر هيا نبدأ واحد اثنان ثلاثة ما رأيك بهذا؟ لقد قذفت بحجري إلى السحاب ألم ترى ذلك؟ ألم ترى ذلك بعينيك؟ أخرج بيتر الطائر من جيبه فطار إلى السماء مستمتعاً بحريته واندهش المارد أه إنك غريب الأطوار حقنا أيها الصغير لا بأس هل يمكنك أن تقذف بعض الكرز؟ أكسلاً يكو وفا ألا تستطيع أن تمسك بهذا الغصد؟ نه تكلم أنا قادر على ذلك ولكني فضلت أن أقفز عبر النهر إلى هذا الجانب فالكرز متوافر بكثرة على هذه الشجرة أترى إنها مهارة تعجز أنت عنها؟ هذا حسناً الضرعي أدلنا أدلنا هل تقر بهزيمتك؟ نعم إنك جبار رغم كل هذه الضخامة حسناً يجب أن أذهب ها ودعت وهكذا استطاع بيتر أن يعبر النهر ويكمل رحلته وذات ليلة وصل بيتر إلى مدينة يوجد فيها قصر وكان يشعر بتعب شديد فنام في حديقة القصر وقد يكون أحد المحاربين قام بقتل سبعة من جنود الأعداء بضربة واحدة هذا ما أراه إنه أمر مزعج أن يترك بتلو هذا الرجل طليقاً أي يجب أن نذبحه وهو نعم؟ من العار أن نقتل محارباً بهذه القوة أوه نعم عندي فكرة أوه ماذا أفعل ماذا أفعل؟ يجب أن أضع حداً لمعاناة الشعب نعم كان بالمدينة ماردان شريران يسببان الإزعاج لأهل هذه البلدة سيدي لقد ظهر محارب قوي قام بقتل سبعة بضربة واحدة صدقني هكارث آي إنه محارب جبار وقد قتل سبعة من خصومه بضربة واحدة يا سيدي إنه قوي جداً أوه إنه هبة أرسلت لنا من السماء أحضره إليه بسرعة أمرك وهكذا ذهب بيتر لمقابلة الحاكم سوف أكافئك إن قمت بقتل ماردين أحدهما يقطع ستة رقاب بضربة واحدة والآخر يسلخ جلود خمسة أشخاص في لحظة وأنا عيداً أتوسل إليك حاضر هذا أمر بسيط ها هبة أي حسناً سوف أبدأ خطتي الآن ترى ما الذي يدبره بيتر إنه يريد أن يشعل معركة بين الماردين خذ هذا أنت أيها المارد كيف تجره على ضرب؟ أنا لم أفعل أنا نائم خذ هذا أيضاً لماذا تزعجني هكذا؟ هتريد أن تشاجر حسناً خذ 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 إنه عمل رائع أنت منقذ هذه البلدة يا بيتر نعم هذا أمر بسيط يا سيدي نعم سيدي لقد هرب الحيوان البري الضخم الذي كان يحتفظ به الماندان نعم ماذا حيوان بري؟ بيتر أوقذنا اسمع بيتر إذا قتلت الحيوان البري تصبح الأميرة زوجة لك هل هذا صحيح؟ حسنا يهو النجدة فليختبئ الجميع فليختبئ الجميع بالقصر هيا اختبئوا اختبئوا النجدة تقدم تقدم واضح أنه يسير في خط مستقيم انتظر انتظر أيها الحيوان الهائج وهكذا تم الإقاع بالحيوان البري الهائج وتزوج بيتر الخيات الفقير الذي كان يسمى بالصغير من الأميرة وهكذا أصبح حاكما لقاء ما أبداه من شجاعة وحكمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة